الشوارع تتزين بأعلام بريطانيا وواجهات المحلات أيضاً إذاناً بالاحتفالات التي ستشهدها البلاد في الذكرى السبعين لتولي الملكة إليزابيث الثانية العرش هذا إنجاز غير مصبوك يعود لألفي عام من التاريخ وسيحتفل به في حدث واحد الملكة هي إرث ووهبت حياتها لأربعة وخمسين دولة في الكومونلوث التي بنتها من سبعة أجزاء من الإمبراطورية البريطانية القديمة لذلك نتطلع إلى الاحتفال وما تعنيه جلالة الملكة ليس هنا في المملكة المتحدة فقط ولكن حول العالم أيضاً الفرق الموسيقية التابعة للحرس الملكي والخيالة ومختلف أفواج الجنود من القوات المسلحة والبحرية الملكية تدربت على الاستعراض بمشاركة قوات من دول الكومونلوث والذي سيختتم في اليوم الأول بتحليق طائرات السلاح الجو الملكي وستشاهده الملكة وأفراد أسرتها من شرفة قصر باكينغام ولكن من دون الأمير هاري وزوجته ماغن لن يكون هناك ظهور رسمي لدوق ودوقت ساسك مع جلالتها على الشرفة وهذا مخصص لكبار الأعضاء العائلة المالكة فقط العاملين في المؤسسة وقد يحضران حفل صلاة الشكر في كتدرائية القديس بوليس الاحتفالات بليوبيل البلاتيني لن تقتصر على الأحداث الرسمية هنا في وسط لندن بل تشمل فعاليات وأنشطة مجتمعية في جميع أنحاء البلاد احتفاء بخدمة الملكة إليزبيت الثانية للعرش البريطاني خلال العقود السبعة الماضية وإلى جانب إضاءة أكثر من 1500 شعلة ستعبر عروض فنية ومهرجان موسيقي عن قصة حكم الملكة إليزبيت الثانية على مدى سبعين عاما ولعل التقص الجيد أن يساعد في إضفاء جو من المرحل الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية الناديرة مصطفى زارو الحدث لندن موسيقى